نبدأ طبعاً مع ماتش النادي الأهلي وعوا الياباني شايف فرص مين أكتر؟ لا هو طبعاً النادي الأهلي الماتش اللي فات ماتش فلمانينزي قبل بلاء حسناً كلنا وشوفنا فرجنا على الماتش وحاولوا أن هم يعملوا فرص كتيرة في بداية الشرط الأول صحيح أن الأرقام كلها بتقول أن الفلمانينزي هو كان الأقوى وللباع الطويل سواء من عدد التمريرات أو من السيطرة على المباراة لكن النادي الأهلي قدر يخلق فرص خلال المباراة عن طريق كعربة عن طريق حسين الشحات عن طريق بيرستاو شوفنا شكل النادي الأهلي في طريقة أنه يقدر إزاي يوصل للمرمى فريق قراءة الياباني هو فريق طبعاً فريق يعني فريق كبير لباع كبير في اليابان السنة دي مفنش رابع في الدوري الياباني عنده أقوى خط دفاع في الدوري الياباني عنده رأس حربة مميز اللي هو كانتي الغيني 33 سنة بس مميز عنده هيروكي كاساكاي اللي هو المدافع هو أحسن لاعب في دوري أبطال أسيا النسخة اللي فاتت وطبعاً احنا كلنا شوفنا مستوى ما عمل إزاي مع فريق الهلال في مطش النهائي كسبو 2 واحد من مجموع اللقائين هو فريق سريع عندهم شكل خططي في الملعب معين بيعتمد على طريقة 4-4-2 لكن انا شايف ان النادي الأهلي هيقدر في المباراة دي نتفوق عليه لان برضو النادي الأهلي برضو عنده خبرات كبيرة من اللعبة في كاس العالم الأندية يعني كلنا عارفين النادي الأهلي من الأندية اللي لها اسم في كاس العالم الأندية يعني النهاردة النادي الأهلي بيلعب على المداليا البرونزية للمرة الرابعة ودي هتبقى على فكرة آخر نسخة من الشكل العام للبطولة دي يعني النادي الأهلي كمان عنده سبق ممكن يعمله أنه هو ياخد المدالية البرونزية في آخر نصف شكل سنة من دول قديم طيب شفت إزاي المباراة الأخيرة مع فلومنانزي وكولر هل هيغير شوية في استراتيجية اللعب النهاردة قدام قراوة الياباني خصوصا نزام أحراتك قلت من شوية أنه عندنا خط هجوم قوي جدا عملنا فرص قوية جدا في الشرط الأول مع فلومنانزي لكن المشكلة أنه نحن بنوصل إلى المرمى فكرة التهديف ما بتحصلش يعني عندنا مشكلة في الخط الهجومي والأداء الهجومي أنه نصل ويبقى فيه أهداف في المباراة بس هو كلر من المداربين اللي عن مدارسة كلاسيكية اللي هو لا بيغيرش تشكيله إلا نادراً قوي في أماكن معينة محدودة بحيث يطوع الملعب أو يطوع الخطة لخدمة الفريق فأنا شايف أن التشكيل مش هيخرج عن تشكيله المعتاد ولكن ممكن حين نهاردة ممكن نشوف دور النهاردة لديانك مكان أكرم توفيق عن المباراة اللي فاتت خط الوسط خط الوسط أهو مش هغير بس الشنوي حرص المرمى إن شاء الله بإذن الله ما فيش يعني لو ما فيش أي حاجة لقدر الله يبقى موجود خط الدفاع هو هو ياسر عبد المنعم معلول محمد هاني مروان عطيها طبعاً الأساسي في مركز ستة وممكن إمام عشور وممكن يبقى جنبه يديانك أو كوكا لأن احنا برضو شوفنا كوكا برضو المبراءة تحت جده كان عمل مطش كبير جداً الخط الأمامي هيبقى طبعاً معروف هيبقى ميرستياو كهربا حسين الشحق يعني مش هشرك طاهر سراح محسن لا لا أشرك مستحيل مستحيل هو مدنسة كلاسيكية كولر من الناس اللي بتسبب تشكيلها هو بيغيرش التشكيل النهائي إلا في أدية الحدود ودائماً تلاقي إن كولر بيغير التشكيل في الجزء اللي في نص الملعب ما بيلعبش في الجزء الخلفي ولا الجزء الأمامي خالص فهو النهاردة ما أعتقدش إنه يغير في التشكيل وأنا شايف النهاردة النادي الأهلي خلي بالك النادي الأهلي هيهاجم الأول لا مش هيهاجم على قد ما هو هيلعب بالستيطريجية إنه هو يتفرج على المطش لأن خلي بالك برضو فيه جهات من اللعبة وأنت بتلعب فريق سريع فأنت لو ضغطت عليه دفاع متقدم من بداية المباراة أنت هتتعب صح مش هتقدر إن أنت تكمل معاه وهو فعلاً يعني مكينات يعني اليابنيين معرفين كمبيوتر ياباني بيجروا كتير وعندهم إمكانيات وهو الفرقة خلي بالك برضو فيها عمر سنية متوسطة صغيرة خاصة في خط النص هو مش هيهاجم طبعاً هيالعب بهدوء هيشوف الأول مطش هيمشي إزاي وبعد كده بتدي يتحرك بطريقة لعب المعتدى بتاعت النادي الأهلي اللي إحنا كلنا عرفينها لكن إحنا برضو كلنا متعشمين النهاردة النادي الأهلي النادي الأهلي على فكرة قبل قبل كده فريق ياباني كان هيروشيما في 2012 لو نفتكر وفاز على اتنين واحد يعني النادي الأهلي ليبعم على الأندلة اليابانية اليابانية فهو بس من 2012 لحد النهاردة الأندلة اليابانية ما كانش فيها أي تطور أو طريقة اللعب حتى لا هو قروى ده شارك قبل كده في نسخة 2007 وقابل النجم السحيل على فكرة في مطش الثالث والرابع وتعادلوا اتنين اتنين وكسبوا بضربات الجزاء وشارك في نسخة 2017 برضو قروى برضو وكان قابل الجزيرة الإماراتي في دور رابع النهائي وفاز خسر واحد سفر وقابل في النهائي الوداد في قصدي في الثالث والرابع الوداد المغربي وكسب برضو الوداد المغربي 3-2 فهي فترة من 2012 لحد النهاردة مشاركات الأندلة اليابانية هو قروى يعتبر هو الحسن الأسود في المشاركات احنا شوفنا أروى ومانشستر سيتي قدم مطش قوي جدا رغم طبعا خبرة مانشستر سيتي طبعا فاز عليه لكن احنا بتكلم على فنيات ومهارات موجودة عند النادي الياباني بشكل كبير بصرا ما فيش حد يقدر يحط من القياس لمستوى فريق أمام مانشستر سيتي يعني انت ما دورش تقولي النهاردة ان النادي ده قن كويس او النادي ده قن قوي مدام مانشستر سيتي ان ماشستر سيتي زي ما انت عارف هم أعلى لفل في العالم وهم بيلعبوا المطش ده طبعا جايين مش هنقولش أصطفان يعني هم جايين من الطمينين هم يقدروا يكسبوا فريق أروى وممكن ياخدوا البطولة كمان بسهولة جدا فانت ممكن تحكم على أروى ده قدام نادي زي النادي الأهلي قدام التحجات ده قدام فرق مؤربة في المستوى الفني من المعد لكن ماشستر سيتي لا في حتة الوحدة حتة تانية خالص يا سيد محمد وفي مكانها تانية خالص ولعبوا على قد المطش وخلي بالك ده ضيعه فرص يعني رهيبة يعني المطش كان ممكن يخلص ستة أو سبعة أو تمانية كمان فانت ما تحكمش على فريق من ده لكن تحكم عليه من مطش الهلال مثلا هلال السعودي مثلا في نهاية دورة أبطال أسيا يبان يبان مستوى الفريق هو فريق على فكرة قوي فريق مش سهل ومس سهل المطش بالنسبة لأهلي خلي بالك النهاردة وده اللي كان بيشتغل عليه كل الرفات اللي فاتت دي نفسيا بيحفز اللعب وفيهمه انه مطش مس سهل انت مش ضامن للمديلة البرونزية لازم تنزل تلعب لازم تنزل تأدي علشان خاطر تقدر تكسب مطش زي ده طيب بشايف أسناد التحكم المحكمة توري بينسو شايفه ازاي بالله يبصي يا بينسو حكمت نهائي كاس عالم سيدات بين انجلترا وبين أسبانيا وطبعا ان حكمة توصل الليفل ده يبا اكيد حاجة مميزة يعني مفاش كلام يعني وإحنا شوفنا حتى مطش اللي فات بتاع اتحاد جده وأوكلاند سيتي احنا شوفنا كتعاملة ازاي يعني بصراحة كتت مسيطرة على المطش لدرجة انها مطلعتش في المطش ده ولا انذار ولا كرتحمر انت متخيل هو يمكن اللعبة طبعا عمنا لها طبعا احترام وهيبة وقلقانين منها انت عارف بس ممكن تقدر تقولي ان هو هي مسيطرة حادية عندها خبرة يعني هي عندها 39 سنة على ما اعتقد وعلى فكرة زوجها حسب ما اعتقد كمان هو بيشتغل حكم زيها برضو في الدور الامريكي فهي لأ هي عندها بيع عندها خبرة حكمة مطشط كبيرة حكمة مطشط كبيرة يعني ده وصل كس عالم سيداتي بلأ حكمة كويسة انا شايف انها تجربة كويسة طبعا نحنا نشوف الجنس اللطيف يحكمهم برات حواية زي دي ده دي حاجة كويسة مش حاجة واش وعلى فكرة يتاني حكم على فكرة يحكم يحكم في الكاس عالم القندية ان في حكم برازيلية في نسخة عشرين عشرين تقريبا كتب موجود برازيلية نرجع مرة تانية لتشكيل كولر والخط الهجومي احنا بتكلم على حسين الشحات وبرستاو وكهرباء خد انظارين فبش هيبقى موجود في مطش النهاردة ممكن يعتمد على مين كولر انا وجهة نظر الشخصية هو تعارف كولر دايما هو برزي مقلتالك كلاسيكي بديل كهرباء ممكن يكون مين اعتقد طاهر اعتقد انه طاهر وممكن يبقى برستاو هو اللي يلعب جوه يعني ممكن يلعب برستاو جوه او ممكن يلعب حسين جوه يعني هو اكيد هيشوف حل ان هو يقدر بس خلي بالك السلاسي ده السلاسي ده اللي قدام اللي هو كهرباء وتاء والشحات عندهم زي ما تقول كده فيه تناغم في الاداء بالعوام على بعض ده بالمفترة كبيرة وفيه تناغم في الاداء فاعتقد ان غياب عنصر من العناصر دي ممكن يأثر ممكن يأثر اكيد بس هي المشكلة مش بس في التناغم مشكلة في التهديف بقى انه يدخل جوه يعني هي نفس القصة اللي حصلت مع فلمونانزي انت جاتلك فرص كتيرة جدا لكن ما عندهش الغياد دلوقتي اللاعب اللي يخلص المقدار يعني يدخل الجوه بس مشكلة الكرة مشكلة الكرة في مصر عاماتا مواجه عام ان احنا لسه ما عندناش اللاعب اللي هو الترجل ده مش موجود دلوقتي خلاص ما عندناش عباد ماتعب ما عندناش عمر زادي مهاجم الهداف يعني ما عندناش مهاجم الهداف وبعدين خلي بالك الكرة في العام كله اتغيرت كل دلوقتي بلعب المهاجم الوهمي ولو تفتكر انت في ماتش فلمونانزي اللي فات فيه لعب نزل من هجوم كيندي انت شوء اللي هو لعب في ماتش فلمونانزي لعب واعد اوروبا كلها عايزاه ملعبش رأس حربة هو بلعب طرف وهمي طبعا نزل عمل هداء غير عادي فالاهلي وكل الانديها دي مشكلة خلي بالك من قطاع النشقين وانت طالح ما فيش حد في قطاع النشقين بيجهز رأس حربة كويس يقدر يكمل ويبقى موجود في الكرة المصرية دي مشكلة كبيرة متقصلة مش هينفع نعالجها ان احنا دايما نقول ايه هنجيب مهاجم بعشرة مليون دولار هنجيب مهاجم بمية مليون دولار ما هيدي مشكلة ما انت هتحلها مؤقتا لكن معلون جران هتعمل ايه هتتصرف ازاي ما شفناش خلاص بقىنا فترة كبيرة ما شفناش رأس حربة طالع من تحت من قطاع النشقين في الاهلي ايه بس ده كان سؤالي جيج بقى يعني يعني الاهلي الحقيقة بقى له فترة يعني بيعاني وبيشتكي ان هو عنده مشكلة في الهجوم يعني محتاج مهاجم لو هنتكلم تحديث عن مبارات النهاردة كنت تكلم انه الفريق الليباني فريق عنده قط هجوم قوي هيتعامل معاه ازاي النهاردة لا هو مش هيتعامل معاه على قد ما هو عنده خبرات موجودة في خط الدفاع مريحة مع عبد المنعم برضو خلينا تفين عبد المنعم من افضل المدفعين ماتش هايل جدا لا ومن افضل المدفعين في مصر وافريقيا دلوقتي حاليا وياسر برضو على فكرة مميز وعمل مطشط كويسة دي مش مقلقة قوي خلي بالك انا مش بكلم في فكرة الدفاع من الاهلي انا بتكلم على فكرة نحن نتكلم مقارنات ما بين هجوم الفريقين مهانتي النهاردة هتكلمي على كنتي كانت عنده ثلاثة ثلاثين سنة اللي هو الغيني وهو جايب لهم تمن اهدف تقريبا في الدوري الياباني مش شايف انه هو احنا شفناه المطش اللي فات هو هو ترجط كويسة عجون مش وحش مفيش حبست برضو مش مقلق بالنسبة لنا مش مقلق السرعات تخلي بالك في الفرق اللي زي دي بتبقى متقربة غير لما منشستر سيتي غير الانديات التانية فانا مش ملقى الان انت واجهتي تحجت ده بعناصر كلها وبرضو مكنش في مشاكل بالنسبة لك خالص فالنهاردة المطش مش مقلق على قد ما هو احنا محتاجين نركز كالنادي الاهلي واني احنا نبقى موجودين في المباراة بكامل تركزنا ونوزع مجهودنا على شرطين على شرطين احنا بدني وقعنا في مطش في المنينزي على فكرة احنا اخر نصف مطش في المنينزي احنا وقعنا تماما بشرط التاني اصلا كله تحس انه ده فريق تاني اللي بيلعب الشرط برضو مش عايز اقول كولر بس هو برضو عنده عامل كبير جدا في المطش ده محمد لانه هو برضو كان لازم يتدي يتحرك سريعا من بداية الشرط التاني ويعمل تغييرات تمام هو اتأخر في تغييرات طيب عايز اسأل حضرتك على نقاط الضعف في فريق قراوة الياباني اللي ممكن يلعب عليها كولر ايه نقاط الضعف؟ قلتنا نقاط القوة اللي هو السرعة سمتها بالقلة اليابانية يعني هم زي الكمبيوتر كده بتحركوا عندهم حفظين مقابل الضبط لكن ايه نقاط الضعف اللي ممكن يشتغل عليها كولر النهاردة؟ زي نقاط اي ضعف فريق سريع في العالم دايما الاطراف بتتحرك باستمرار بتزيد تشتغل باستمرار فدائما انت بتقساب وراهم عنصر واتنين يبتدي يلعب علي التحولات ففريق قراوة عنده طرفين على طول زي دين انت ممكن تلعب علي دين انت تلعب باستمرار من وراهم الكرة طب هتقول لي مين النهاردة في النادي الاهلي؟ ايه يعمل الدور دا؟ اللي يعمل الدور دا؟ افشن افشن هل هل ممكن النهاردة يفاجئنا كولر بعد ما حلل المطش وذكره كويس قوي ان يبقى افشن نهاردة موجود في الحتة دي عشان يبتدي يحرك تاو ويحرك هسان الشحاية من خلف الطرفين بتوع وراوة وارد جدا خلي بالك كولر وارد بيعمل كل يعني هو ارغم له كلاسيكي واحنا حفزين له تقريبا سبع او تمن لعيبة في الملعب من تشكيله بس دايما بيعمل كده تركة في الملعب بتبقى تبقى لمعطيات المباراة اللي هيلعبها وتبقى لتحليله الفني وتحليل فريق الأداء معاه للمباراة وارد النقافش اما موجود النهاردة علشان يستغل الحتة دي ان هو يبتدي يحط البرسيتاو ويحط للشحات من ورا الاطراف بتاعت فريق قوراوة دي من ابرز نقاط الضعف الفريق ده على فكرة طيب مادست ماله اخباره ايه ماله وحشطة ولا اخباره التكرة هيشارك ولا لا مفروض انه كان فيه اقاف هيشارك ولا ايه بصي مدست تحديدا يعني صفقة غريبة صفقة غريبة محدش فهمها لحد دلوقتي مع انك في البداية كان فيه احتفاء على فكرة بالصفقة احتفاء لتاريخه ان هو راجل عنده تاريخ كويس فيه بس ما عملش اطافة لازم ما فيش ما طبيعا نهاردة انت لما تجيب الليفل بتاع واحد من الدوريات الخامسة الكبرى في اوروبا يبقى هو مفروض انه جاي يضيف وده يعني النهاردة يعني ده ينزل يضيف من الطيارة ده ما ينزلش عالتمرين ده ينزل من الطيارة عاللستات يلعب ده وارد جدا ومعروف جدا وانت جايب لعيد من الليفل عالي قالك هو بيجهز ماشي شهر جهز بعد الشهر ينزل قالك لا هو مخدود لسه ودي كانت من التعبيرات الغريبة اللي سمعتها في الميديا انه مخدود مخدود من ايه يعني عايزين نعرف مخدود من ايه درجل كان بلعب فيه الدوري الالماني دوري الالماني يحدث ولا حرج المدرج مشتعل اسماء جملة جدا والمدرجات مشتعل هيخاف من مين خاف من الجمهور هيفهمين في الجمهور وبتكلم لغة فرنسية وجمهور بيتكلم لغة عربية هيئي اللي هيفهمه مودست تحديدا صفقة غريبة جدا طب تفتكر ليه اداء اختلف للدرجات لانه هو مش جاهز هو صفقة مش جاهزة هو بدنيا مش جاهز نمر واحد هو بدنيا فعلا واضح انه مش جاهز ومحتاج فترة كبيرة عشان يجهز واضح انه كان راجع من الاصابة مزمنة حدش عارفها انا بديك تصوري انا مش بقولك او توقعي انا هو راجع من الاصابة مزمنة واضح في الرجبة او في مكان ما مطولة شوية كان لازم النادي الاهلي في التقويت ده يجيب صفقة مدوية فتعاقد مع اللعب دوت واسمه جاي من قنديا كبيرة لكن هو بصراحة لا هو مش الاهلي خالص وانا قاسف سوريا يعني ما ينفعش يلعب حتى في قنديا الوسط طب سريعا توقعاتك لمطش النهائي النهاردة ما بين منشستر سيتي وفلمونانزي لا منشستر هيكسب منشستر هيكسب اهلي اراوة سريعا نعم الاهلي اراوة ده ان شاء الله الاهلي هيكسب 2 واحد ان شاء الله